ألاف اللاجئين العراقيين فروا أمام ضراوة المعارك في الموصلة موجة النزح شكلت أيضاً تحدياً كبيراً للمنظمات الدولية التي تحاول توفير الخدمات الأساسية للمواطنين رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولي أكد على حاجة الناس للغذاء والخدمات الصحية والمياه مشيراً إلى أن المواطنين يتطلعون إلى مغادرة المخيمات والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد مرور بضعة أسابيع في المخيم يتلهف المواطنون للعودة وما شهدته أيضاً هو وجود الكثير من الأطفال الذين يحتاجون الذهاب إلى المدرسة والآن هناك فجوة في تعليمهم والتي يجب أن لا تطول الصليب الأحمر أشاد أيضاً بالخطوات التي اتخذتها القوات العراقية للحد من الخسائر في صفوف المدنيين والالتزام بقوانين الحرب وقد ساعد ذلك في تقليل عدد الأشخاص الذين يجبرون على الخروج من منازلهم ولكن من خرجوا يشكون مرارة العيش في المخيمات الصليب الأحمر بدوره يحاول تقديم الخدمات الطبية والمعونات الإنسانية لأكثر من 140 ألف شخص نزحوا من الموصل وضوحيها ولكن هناك مخوف من زيادة كبيرة في هذا العدد في ظل استمرار المعارك في الموصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر